موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اتمنى يا رب تكونوا بخير وبصحة جيدة ان شاء الله بإذن الله النهاردة هيكون موجود معنا فرصة ممتازة جدا بس طبعا كالعادة قبل ما نتكلم عنها احب اوضح له احنا عرضنا فرص ومنح كتير جدا سابقة ودي القناة بتاعتنا هاتل علىها كل شيء منح موجودة في اليابان في كورية جنوبية تايوان فرنسا امريكا دول كتير جدا مختلفة بالاضافة كمان كنا عرضنا سلسلة فرص التطاع ويستفر الى الخارج وكننا عرضنا بعض المواقع اللي من خلالها تقدر تلاقي فرصة عمل بكل سهولة بالاضافة كمان كنا عرضنا فرصة حصرية كان عملية التقديم ولغول فيها حصرية عن طريق قناتنا اه وهي فرصة تطاع في فيتنام كانت شاملتها منظم انت كاليف وتم يعنين الفازين في هزي الفرصة وان شاء الله بإذن الله يكون موجود معنا فرص جاي كتير التقديم ولغول فيها حصرية وان طريق قناتنا اه بالاضافة كمان علننا عن خدمة ويستخدم المساعدة في التقديم لأي فرصة ومن حيانت عايزها تقدر تقدم من خلالنا بشكل احترافي او تقدم بنفسك باتباع شرح الفيديوهات الموجودة على القناة. عشان توصلك اي حاجة جديدة من القناة بتاعتنا يا ريت تعمل وتضغط على الجرس سوية عشان كل الفرص توصلك بسهولة. واحب اناول كمان لجميع رابط جروباتنا على واتساب وجروبنا على الفيسبوك. ورابط التقديم الخاص بالمنحة اللي نتكلم عليها النهاردة. هتلاق مقودة في صندوق الوصف اسفل الفيديو. طيب خلينا نبدأ على بركة الله ونتكلم عن فرصة النهاردة. هي فرصة ممتازة جدا. هي فرصة التطوع ممولة بالكامل في فنلندا. تمام? دولة فنلندا. دولة اه من ضمن دول الاتحاد الوروبي ودولة قوية جدا. طيب. اه الدولة اللي قلنا هيكون فيها المنحة في فنلندا هيكون التطوع ده في مدينة هلسينكي. تمام? دي المدينة اللي هيكون فيها التطوع. طيب الجهة المنحة اللي مقدمة الفرصة دي هي تمام? دي مؤسسة معروفة جدا. اه في فنلندا مؤسسة غير ربحية وهنتكلم عليها بعد شوية. الدول المتاحة للتقديم في الفرصة دي كل دول العالم متاحة للتقديم. اه المنح على موقعها الرسمي. تمام? اللي هي الصفحة الرسمية بتاعت الايكو انيرجي. قالت ان اه هم محتاجين متطوعين. ما ما حددوش الجنسية. ما حددوش اي شيء. قالوا ان هم محتاج متطوعين. فبالتالي كل اه الاشخاص تقدر تقدم للتطوع ده بدون وجود اي مشكلة. وهنشوف بعد كده الموقع الرسمي ونشوف اه هم قالوا اي فيه. طيب بالنسبة ليه المرحلة الدراسية اه المنحة دي او الفرصة دي متاحة لاي شخص من طلاب وخريجين وجميع المؤهلات وجميع التخصصات. يعني لو انت حاليا بتدرس تقدر تقدم. لو انت تخرجت خلاص تقدر تقدم. اه اه يعني مؤهلك بكالريوس ماجستير دكتوراه تقدر تقدم. اه تخصصك طب هندسة اي تخصص تقدر تقدم برضو عني لانها فرصة التطوع مش فرصة دراسية. طيب ايه هو الهدف من التطوع ده? اه اول حاجة بس خلينا نتعرف على منظمة زي ما قلنا هي مؤسسة غير ربحية متخصصة بمجال الطاقة والقهرباء والغاز وغيره. يبقى مؤسسة متمة بالطاقة والقهرباء والغاز والحفاظ على البيئة والتغيرات المناخية وما الى زي. طيب بالنسبة كمتطوع انت هتعمل ايه هناك? بيقول لك ان نشاط المشروع ده عبارة عن اعداد حملات تغير المناخ. يعني هيكون في زي توعية كده على تغيرات المناخ وآآ يعني ما الى زلك وانت هتساعدهم في الموضوع ده وتاخد خبرة على تغيرات المناخ. كمان الاتصال من مستلكي الطاقة وكتابة المخالات. آآ يكون مهمتك مسلا تكتب عن آآ الاستهلاكات اللي موجودة في المدينة تساعد المنظمة في عمل عن الموضوع ده. آآ وتشمل بقى المهام اخرى زي آآ طبعا وسائل التواصل الاجتماعي تساعدهم في آآ طبعا انك تبقى موجود مع المنظمة بحيث تبقى جزء من وسائل التواصل الاجتماعي بتاعهم تتواصل مع الاشخاص آآ مثلا شركات اخرى تبع المنظمة او آآ مثلا عملاء تتواصل معاهم ما الى زلك. فدي آآ اهداف المنظمة تمام? بالاضافة كمان آآ اللي المتطوعين هيعملوا فيه فريقة تكون من موظفين اتنين موظفين وتمن لستة آآ او من ستة لتمن متطوعين. يبقى كل اتنين موظفين هيكون معاهم حوالي ستة او تمن متطوعين. بالاضافة كمان انت قبل ما تبدأ فرصة التطوع دي. آآ هيكون فيه زي تدريب كده هيدربوك على الحاجات اللي المفروض انت هتعملها والشغل كله. وآآ وايه المفروض تعمله مع منظمة وما الى زلك. طيب بالنسبة بقى لتمويل في الفرصة دي. عندنا تمويل ممتاز جدا كل لحاجة بتوفرها المؤسسة دي. اول حاجة توفر المنزمة تكاليف السفر للزهاب والعودة. كل تكاليف السفر بتاعتك من بلدك الى فنلندا وبرده لما تخلص البرنامج آآ عليهم. تمام? ده بالنسبة لتكاليف الطائرة. كمان يحصل المتطوعين على غرفة خاصة في شقة مشتركة مع الطلاق. كل واحدة يكون لي غرفة خاصة به. آآ هيكون فيها كل شيء انترنت كل حاجة متوفرة لك. تمام? وهيكون في شقة مع المتطوعين الاخرين. هيكون فيه راتب شهري لكل متطوع. بوكت ماني كده عشان يكفي احتاجاتك الشخصية لو احتاجت اي شيء. كمان يحصل المتطوعين ايضا على اموال لشراء الطعام. هيكون فيه كده آآ زي مبلغ من المالي. غير الراتب الشهري ده عشان مس آآ وجابات الطعام اليومية. كمان هيكون فيه تذكرة بالحافلة النقل الداخل مدينة هلسينكي. تمام? آآ يعني التنقل هيدولك زي بطاقة كده مواصلات تقدر تتنقل بها داخل مدينة وتروح في كل حتة. آآ كمان هيكون فيه دورة لغة فنلندية. تمام? آآ هيمنوا لك زي دورة كده لتعلموا اللغة طبعا هتكون آآ المدة في البرنامج ده مدة سنة فبالتالي اللغة يعني هتكون كويس عندك لانك في خلال السنة دي هتكون اكتسبت مرات كتير تعلمت اللغة حاجات كتير جدا هتكتسبها. كمان هتوفر لك التأمين الصحي. في حالة لقدر الله حدوص مرض او حد سنة. آآ كل تكاليف العلاج هتكون على حساب المؤسسة. طبعا بقى وبالاضافة للتنزو داخل المدينة والرحلات الاستكشافية. يعني انت مش هتروح تطوع او شغل بس. لا ده انت هتروح كمان زي كده رحلة استكشافية للبلد بحلقة. تمام? فممكن نعتبر ان الفرصة دي تطوع وعمل بآآ رحلة استكشافية. آآ كمان عندنا زي ما كنا وضحنا. ان الفرصة دي متاحة لجميع الاعمار. آآ اي شخص يقدر يقدم في الفرصة دي. محددوش سنة معينة اللغة الانجليزية مش مطلوبة في فرصة دي خالص. يعني على الاقل لازم يكون معاك محصرة من اللغة الانجليزية. ولكن شهادة اللغة. يعني المقصد هنا ان في منح او في فرص بيكون فيها شروط تعجزية زي مطلوب في شهادة لغة. لا الفرصة دي مش مطلوب في اي شهادة لغة خالص. بس على الاقل يكون عندك محصلة لغوية من اللغة الانجليزية بحيس تقدر تتعامل معهم هناك اول ما توصل. تمام? وكمان طبعا هي متاحة لجميع المواهلات زي ما قلنا. طيب ايه هي الاوراية المطلوبة في الفرصة دي? مطلوب منك حاجتين فقط لغير. هما قوي على الطريقة الاوروبية. طبعا مطلوب ممكن تقدم عادي ولكن يفضل ان بتاعك يكون قوي على الطريقة الاوروبية عشان يعني دا يبقى داعم لك ولطلبك. كمان مطلوب خطاب نية قوي تعمل خطاب نية ممتاز وده من اهم عوامل القبول في المنحة انك تعمل خطاب نية قوي يوضح اسباب انضمامك لهذه الفرصة. ليه انت عايز تنضم الفرصة دي وايه الاستفادة اللي انت استفدها وايه الاشياء اه اللي انت ناوي تعملها هناك او يعني تعلي من المؤسسة دي. لان المتطوعين بيجوا عشان يشتغلوا مع المؤسسة في نفس الوقت يكتسبوا خبر وفي نفس الوقت المؤسسة بتحول زي ايه تعلي من امكانياتها بالمتطوعين دول. فبالتالي انت ايه الحاجات اللي تضفها للمؤسسة دي. فده اه اخطاب النية هنا يبقى مطلوب سي في واخطاب نية اه بشكل قوي. طيب كافية التقديم في الفرصة دي. هندلنا طريقتين للتقديم اه اول حاجة ترسل اوراقك المطلوبة لهذا الايميل ده الايميل للرسمي للمؤسسة. تبعت لهم اللي هو سي في واخطاب النية اه على الايميل ده. او حضرتك اه ترسل اوراقك لمدير المشروع اللي هو ستيفن فان هومي. تمام? ده مدير المشروع ممكن تبعت له الورق بتاعك على هذا الايميل. ده اميله ترسله وتبعت له الاوراق دي. اه يما ترسل للمنظمة ايميل المنظمة او لايميل مدير المشروع. طيب ايه هو اخر موعد للتقديم في الفرصة دي? اه اخر موعد للتقديم هو اتنين وعشرين مايو الفين وعشرين. تمام? ده بالنسبة لاخر موعد. طيب موعد بدء البرنامج. البرنامج ده هيبدأ من واحد تسعة الفين وعشرين من شهر سبتمبر. الفين وعشرين وحتى واحد وتلاتين اغسطس الفين واحد وعشرين. يعني المدة بتاعته حوالي سنة. تمام? اه وهنا انا كتاب لكم اللاحظة اللي احنا كخناة منح من كل الالوان. اه طبعا اه بنقدم اه فرصة يعني بنتيح فرصة تقديم لاي منحة او فرصة اي انت عايزة. تقدر تقدم ان خلالنا بشكل احترافي. ورابط استمارة التواصل معنا التقديم ان خلالنا هتلاقوه في صندوق الوصف اسفل الفيديو. وطبعا منجهز لك خطابات النية. الحياد دي كلها اه بنجهز لك. فتقدر تتواصل معنا وتقدم من خلالنا. او ممكن تقدم بنفسك عادي باتباع شرح الفيديو. اه طيب. كده خلصنا شرح المنحة. تعالى نشوف دلوقتي الموقع الرسمي للمنحة. اه انا هنا هتطلقوا اللينك بتاعه. ده الموقع الرسمي للمنحة والمؤسسة. هنفتح هنا الموقع الرسمي هيظهر معنا بالشكل ده. وهنا بيقول لك العنوان اللي هم بيرحبوا باي متطوعين او متدربين. يعني اي متطوع او اي متدرب عايز يقدم هم بيرحبوا بيه وبيقبالوا متطوعين. تمام? وهنا بيديك نبزة عن المؤسسة. ويقول لك انها مؤسسة غير ربحية. تمام? بدأت من الفين وتلاتاشر حتى الان. بشرح لك معلومات كتير عنها. تمام? بيقول لك ايه الحاجات اللي انت هتكون مطلوبة منك? طبعا انا كنت ترجمتها لكم اللغة العربية. هنا هتلاقي مسلا هو التواصل مع اه الاشخاص. اه وسائل التواصلكت مع فيسبوك وتويتر. التعامل معها. انك تكتب ريبورتات. تمام? اه بيقول لك بقى هم ما بيعرضوا ايه? ان انت يعني هتكتسب خبرة ومهارات جديدة. تعلم اللغة. كمان هيعرضوا عليك زي ما كنا وضحنا هنا. اه التمويل زي التذاكر السفر. اه النقل الداخلي. اه بوكت ماني اكموديشن. كل ده هيعرضوا عليك. تمام? وهنا طبعا بيقول لك لو حضرتك عايز. اه تملل الفرصة دي. هتبعد زي ما كنا وضحنا وترسلهم اللي هو وتبعدتهم له على الايميل ده. وده رقم اه مدير المشروع. تمام? اه ممكن برضو تتواصله معاه. وليه رقم يعني لو حد هزتواصل معاه. ليه رقم واتساب. ما احدش عارب بها يرد ولا مش يرد. بس هو لي رقم واتساب. وده كمان بتاعه. لو انتوا حابين تتواصله معاه. ده مدير المشروع. وممكن تعرض له بقى الملفات بتاعتك. اه تمام? طيب اه احنا كده شرحنا على الفرصة كاملة. اه كل شيء وضحناه فرصة ممتازة جدا تذاكر سفر اه اه غرفة خاصة ليك سكن راتب شهري اه اموال شراء الطعب تسكرة داخلية يعني التنقل الداخلي بالحافلة. دورة لغة فلندية تأمين صحي دورة استكشافية او رحلة استكشافية داخل المدينة والدولة يعني حاجة ممتازة جدا. فلو حابين تقدموا الفرصة دي يا ريت لان اخر معاهات اتنين وعشرين مايو الفين وعشرين. وان شاء الله بزن الله يكون بالتوفيق واللي بوليكم في المنحة دي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.